أشهد وزير التربية ووزير التعليم العالي دكتور محمد الفارس بنسبة الإنجاز العالي جدا المتحقق لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية وذلك في منطقة الاشدادية خلال جولته التفقدية للمشروع الفارس وخلال جولة تفقدية له على أعمال المشروع أثناء على جهود الفريق الوطني المشرف على تنفيذ هذه المدينة مؤكدا أن الفريق الكويتي والذي يدير مشروعا استراتيجيا وطنيا بهذا الحجم مثار للفخر ومن شأن الخبرة التي تراكمت لديه أن تنعكس على إنجاز وتسليم المشروع في أقرب وقت